بسم الله الرحمن الرحيم هجأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم لتحمل هذه الأمانة العظيمة ولهذا التجديد والتغيير الشامل في حيات أهل الأرض وكان في الأمة الأمية التي لا تحسب ولا تكتب ومات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو ابن أربع سنين ولم يكن له أخ ولا أخت ومات جده الذي كان يحن عليه وهو ابن ثماني سنين وكل ذلك ليتعلق بالله ولينفصل عن التعلق بالمخلوقات وعن الاعتماد عليها فكان اعتماده على الله سبحانه وتعالى وحده فعلمه ما لم يكن يعلمه وأثناء عليه بذلك فقال وعلمك ما لم تكن تعلمه وكان فضل الله عليك عظيمة لم يأمروا بالاستزادة من شيء غير العلم فقال وقل رب زدني علما بيّن له فضل هذا العلم ومزيته واستشهد الله العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها واشهد بها ملائكته فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم وأخبر أنهم محدهم الذين يخشونه حق خشته فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء وأخبر أنهم محدهم المؤهلون لفهم كلامه فقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وأخبر أنه يرفع درجاتهم بالدنيا والآخرة فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فيفسحوا ويفسح الله لكم وإذا قيل أن ينشذوا فإنشذوا ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقد رفع الله شأن الإنسان بهذا العلم فالإنسان ليس ارتفاعه بعنصره فالملائكة أشرف منه بكثير الملائكة من نور والإنسان من تراب وليس بالعبادة في الملائكة وعملهم ديمة الراكع وراكع دائما وساهد وساهد دائما يسبحون الليل والنهار لا يفترون فكان شرف الإنسان بالعلم ولذلك يرزم أن يحافظ على ما شرفه الله به وأن يشتغل به فهو شغله الأول وهو عبادته الأولى وقد سئل مالك عن المقرب للقتل الذي لم يقع من أمره إلا ساعة في أي تطاعة يصرفها قال علم يتعلمه قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به قال تعلمه وأفضل من العمل به وفقنا الله وإياكم ورزقنا وإياكم عدم النافع ورزقا واسعا وعبنا الصالحا متقبلا